السؤال اللي بعد كده من حساب سول سيوال يقول ايه؟ انا بقرأ كتاب للاطفال عندنا قرآن هل يجوز اقرأ قرآن بدون المسه في اثناء الدورة الشهرية؟ رد علي يا شيخ السؤال دوت اذا كان الآية موجودة في قصة او الآية موجودة في ذكر مش ان احنا بنقرأ بقى الصورة كلها يعني انا مش بقرأ قرآن او انا مش هنمثل مصحف لكن انت بتقولي لو انا بحكي الحكاية فاريت آية بحكي لهم نزول الوحي على حضرة النبي فبقول لهم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق فبقرأ كده اذا كان المقصود هنا مش القرآنية مش تلاوة القرآن لكن المقصود حكاية القصة زي ما بيقولوا كده لو مر آية وقصدت بيها مش القرآنية قصدت بيها الذكر هيكون ده جائس يعني لو ما قصدتش القرآنية قصدت الحكاية انا وبحكي لهم خلاص يبقى هنا انا ما قصدش القرآنية الحرام هو ان اقصد القرآنية ده الامر الاولان امر التاني ان في احوال التعليم وفي احوال التعليم واحوال الخوف على نسيان الورد يعني فيه اسباب ممكن نقرأ فيها تقرأ فيها المرأة وهي القرآن وهي حاقط بغير مسل المصح لما يكون ايه لما تكون معلمة وده شغلها وهي لازم تقرأ القرآن لتلمزتها فخلاص ده مستثنى وساعتها مش هيكون عليها ده وازن ممكن تكون الحالة اللي احنا فيها دي من هذا النوع فاذا كانت المسألة كذلك فيجوز لها ان تتكلم بالقرآن ولا يكون ذلك حراما اذا اذا كانت هي معلمة وبتعلم الاولاد وعليها ان هي تقرأ هذه الايات او انها تذاكر لانها عليها امتحان او شيء من هذا القبيل فيجوز لها ان تقرأ القرآن وان كانت في عذرها الشهرية اشتركوا في القناة